العلاج الدوائي يكون ضرورة في أكثر من موضع فإذا حصلنا في البداية على نصيحة المختص ببدء الدواء فنحن أمام شدة من الأعراض تمنع الطفل من التطور أو اكتساب المهارات اللازمة في هذه الفئة العمرية لذلك الفائدة ستكون عامة للطفل تمكنه من النجاح في الدراسة أو تمكنه من الحصول على المهارات الاجتماعية أو الأكاديمية أو السلوكية التي تتمكن من التواصل بشكل جيد فأخذ الدواء في هذه المرحلة يكون إضافة يساعد الطفل على الإتقان في المهارات الحركية الدقيقة وأيضا في التطور اللغوي ترجمة نانسي قنقر